بسم الله الرحمن الرحيم وفي بلدهم الثاني يعلم الجميع طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والسوداني الضاربة في التاريخ والمبنية على أواصر تعاون الوثيق والصداقة والاحترام المتبادلين تتطبق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحدة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية حيث تعود الكلمة الأولى والآخرة دائما بمكونات الشعب السوداني شقيق نحن على يقين بأن السودان سيتجاوز هذه المحنة المنجرة عن تكالب مفضوح ضده كما تحيي الجزائر موقف سودان شقيق داعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي وستعمل جاهدة على نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باثت تشكل خطرا داهما على استقرار الدول وتمأنينة الشعوب أجدد مرة أخرى الترحاب بأخي عبد الفتاح البرهان في بلده الثاني والوفل مرافق له وتمنيا لبلدينا كل الخير والاستقرار ومرحبا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا تحية والتقدير لفخامة الرئيس وللشعب الجزائري على مواقفهم التي ظلت دوما تدعم الحق وظلت دوما تدعم السودان في كل ما ألم به من معاضل على مر تاريخي تحية خاصة أيضا لفخامة الرئيس على كرم الاستقبال والضيافة وما ألمسناه من روح أخوية صادقة متفهمة لكل قضايا السودان وقضايا المنطقة جزائر شعب الجزائري تعريخ قديم تليد مليء بالوطنية مليء بمناصرة القضايا الوطنية مليء بمناصرة الحق دوما تحية للشعب الجزائري تحية لشهدات جزائر تحية للقيادة الجزائرية الآن تناولنا كثير من الموضوعات المشتركة التي تهم السودان وتهم الإقليم جزائر بحق موقفة ومواقفة السابتة وعضوية التي نالتها عن جدار الآن نحن بإنحييهم وبإنهنيهم فعلى عضويتهم في مجلس الأمن نتوقع أن تستمر هذه الدولة القوية في دعم ومناصرة الحق الوطني وحقوق الشعوب في أنها تحية حياة كريمة حدثنا في كثير من أوجه التعاون وجدنا تفهم تام وترحاب بكل قضايا التعاون المتوقعة والمرجوة في أنها تنفذ وتستمر بين دولتين سودان معلوم يتعرض الآن إلى مؤامرة نحن نقول مؤامرة شركاء إقليميين ودوليين بعض المشترى النفوس المشترى من الوطنيين يتآمروا على شعبهم لكن هذا الأمر في النهاية الإرادة الشعبية الصادقة الوطنية ستنتصر وفي النهاية السودان سيقف من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبهم وفضل مساندة الوطنيين من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية تحية للقيادة الجزائرية مرة أخرى تحية للشعب الجزائري ونكرر شكرنا وتقديرنا الكبير جدا وامتنانا لما لمسناهم من تفهم لقضايا السودان ومن ترحاب بالمشاركة في تزليلة نحن سعيدين لأن الجزائر تكون حاضرة في طاولة أي طاولة للنقاش أو للحوار إذا كانت طاولة أفريقية أو طاولة عربية فهم نصرى للحق لذلك نرحب بهم دوما ونريد أن نرى حلول السلمية تسير بصورة جيدة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة لكم التحية ولكم التقدير وجزيل شكرا لكم شكرا الله وبركاته شكرا 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 شكرا